خمس هجرات عجاف أطرت حياة مسيحي العراق الذين باتوا يتناقصون كل شهر حتى كادوا يكونون أقلية ضئيلة في المجتمع بعد أن كانوا أكثر من مليون ونصف المليون قبيل عام 2003 وسط سيطرت الجهات المعينة تابعة لأحزاب وميليشيات على أملاك وعقارات المسيحيين لعل أحدثات تلك الهجرات للمسيحيين هي الهجرة الخامسة هذا العام بفعل وجود ميليشيات مسيحية مسلحة موالية لإيران تعمل للسيطرة على القرار والصوت المسيحي ساهمت بشكل مباشر بتهجير المسيحيين من مناطقهم في محافظات عديدة فقمتها أزمة تنحية الكاردينال لويس ساكو من الوصاية على أملاك الكنائس والأديرات المسيحية في العراق بقرار حكومي وصف بالمسيس الحركة الديمقراطية الأشورية من جانبها تامت البرلمان الحالي ونوابه بعدم الوقوف مع أي مطلب من مطالب ممثلي المكون المسيحي وابرزها قانون الانتخابات التي قالت أنه صادر إرادة الطائف المسيحية في الانتخابات التشرعية وانتخابات مجالس المحافظات كما انتقدت الحركة المؤسسات الحكومية لا سيما في الوزرات والأجهزة الأمنية التي يتبخر وجود المسيحيين فيها تحت ضل سياسة المحاصصة والفساد نشطون أكدون الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بكتلها وأحزابها ساهمت بشكل أو بآخر بتفاقم أزمة المسيحيين في العراق كباقي المكونات الأخرى بسبب اعتماد نظام المحاصصة والطائفية منهجا لها وسط غياب العدالة ووجود ميليشيات سيطرت ونهبت ممتلكات المسيحيين فضلا عن استشراء فساد مالي وإداري في مؤسسات الدولة قضاء على مبدأ الخبرات والكفاءات ما يمثل استمرارا لمسلسل الإخصاء والتهميش في حكومة السوداني التي تشابه كثيرا سابقاتها بقطع الوعود من دون أي تنفيذ على أرض الواقع الصراعات السياسية التي شهدها العراق منذ عام 2003 تعرض المسيحيون خلالها لحملات هجرة متكررة وانخفض عددهم بشكل خطير مهدد تركيبة المجتمع العراقي وسط فشل الحكومة المتعاقبة على إيقاف مسلسل التهجير للسكان من مناطقهم وما أزمة المسيحيين إلا دليل وشاهد على ذلك